اخواتي العزيزات اشتركوا في القناة انا نعيش في زمن خالي من المبادئ ولهذا أصبح مصدر الإلهام لي الشيخ الشهيد كان يعلم وعلى يقين بأن دماؤه سوف تحقق شجرة الكرامة والحرية حيث قال اما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطلها أبرار لا خيار لنا غير ذلك بعدما شاهدت الظلم ضد الشيخ الشهيد من الاعتقال والحجز التعسفي والمحاكمة الغير عادلة بديت أعمل في مجال حقوق الإنسان وخلال عملي في هذا المجال اتعرفت على محبين للشيخ الشهيد من كل أنحاء العالم وهذا يدل بأن سماحة الشيخ كان ليس شهيد منطقته وبلاده فقط بل كان شهيد الكلمة وشهيد صوت الحق وأريد أن أضيف أنه مهما حاولوا يشوهون صورة الشيخ الشهيد بأموالهم وبالتهم الزائفة كالأرهاب وما شابه ازداد محبين الشيخ وازداد انكشاف حجم الظلم الذي وقع عليه وأصبح الشهيد النمر منارة للأحرار وظنوا أنهم قتلوا الشيخ الشهيد النمر ولكنهم ما قتلوا فعندما سفك دم الشهيد رغم سلميته وبراءته من أي جن فضح وحشية النظام السعودي لحق بإعدام الشهيد النمر إدانات من قبل منظمات دولية فعلى سبيل المثال أرنستي عدت إعدام الشيخ النمر تصفيات حسابات سياسية وكذلك لحقت بها مظاهرات واحتجاجات ضخمة في دول عديدة أصبحت تلك الجريمة النكراء معروفة على نطاق دولي واسع ومع ذلك قتل شهيد النمر على طريق الحق خلده الشهيد النمر يستحق منا وقفات تقدير ووفاء وحبيت أن أشكر مؤسسة الأبرار الإسلامية في لندن لوفائهم مع الشيخ الشهيد مرت سنة يجب أن نحمل رايته ورسالته ونستمر نطالب بما طالب بي ونحاول نؤدي الأمانة التي حملنا إياها أصبح الشيخ الشهيد رمز عالمي للأحرار فكلماته وصموده تلهم الأحرار على استمرار بهذه الطريق الصعب يبقى مسألة مهمة يجب التركيز عليها وهي قضية جثمانه المغيب لذلك أريد أن أؤكد في هذه المناسبة على ضرورة هذه المطالبة والتركيز على ذلك وبالنهاية أختم وأقول مهما طال ليلة الظلم فإن فجر الانتصار قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة